نريد أن نرى التاريخ السعودي العماني في مباراة كرة القدم دائما وقبل كل مباراة بين أي منتخبين أو أي فريقين في العالم تتجه الأنظار نحو التاريخ وهنا أقصد تاريخ المواجهات التي جمعت بينهما السعودية وعمان هي حديثنا وهي من سنتبع تاريخها تردد اسم مباراة السعودية وعمان في 22 لقاء كان للأخضر فيها أوفر الحظ والنصيب إذ انتصر صقورنا الخضر في 17 مباراة وانتصر أبناء عمان في ثلاث وحضر التعادل في مناسبتين تاريخ لا يقهر بالنسبة لأبناء المملكة وقوة لم تضعف مع مر السنين وما زالت يد الكرة السعودية هي الطولة لكن لو توقفنا قليلا ونظرنا إلى آخر أربع مباريات جمعت بين المنتخبين نجد أن عمان انتصرت في ثلاث وتعادل المنتخبان في مباراة أي أن عمان استطاعت أن تفرد سيطرتها على مبارياتها مع الأخضر أخيرا وهذا الأمر يجب أن يضعف الحسبان لدى كل اللاعبين نعم التاريخ يقف معنا لكن مؤشره احمر في وجوه الصقور مؤخرا مباراة ثلثة ماذا سيسجل معها التاريخ؟ كلنا ننتظر مصفر الخطعمي كورة تاريخ ممكن يكون له أي تأثير في مباريات مثل هذه بين حسبات متنافسة؟ لا أعتقد أن المباراة هذه تخطع لحساباتها الخاصة وظروفها المصاحبة لها أعتقد أنه إذا أخذنا الأمور بواقعية نجد أنه فريقين في كفة فنية متقاربة إلى حد كبير خبرة اللاعبين الفديق العماني لديه لعب على خبرة دوي خبرة عالية جدا معظمهم محترفين في أندية خارجية المنتخب السعودي لديه لعبين أيضا محترفين وإن كانوا معظمهم كانوا في الداخل لكن أيضا لديهم الخبرة الخبرة من الخلال المشاركة مع أنديتهم على المستوى الأسيوي وعلى المستوى الدولي أعود إلى نقطة البداية وأقول أنه الإعداد النفسي الإعداد النفسي والذهني لللاعب أمر مهم من الواضح التاريخ ما يكون من ضمن الإعداد النفسي أنه تحسس اللاعبيين أنه تاريخ دائما في صفك الإعداد النفسي يقوم على أن تخرج اللاعب من حسابات المعقدة وأن تطالب اللاعب بأن يزل الملعب بذهنية صافية بأن أنت تبحث عن الفوز وتركز جهدك على ما داخل الملعب التاريخ ماضي أنتهى أنت الآن الحاضر هو أن تبني للمستقبل المستقبل إذن معنات المستقبل بنائه يتم من خلال حاضر من خلال النتائج التي ستخرج بها في هذه المضارة النظر إلى الماضي لن يحقق لك أي شيء أعتقد أن المنتخب السعودي بعد مباراة بعد مباراة الماضية مع تايلند أعتقد أن الفريق الآن تنفس الصعداء وباستطاعة اللاعبين أن يقدموا ما لديهم من إمكانات فنية وأن يتفاعلوا مع الجانب التكتيكي في المباراة الماضية كان هناك أخطاء أخطاء وأخطاء كبيرة على الجانب الدفاعي وفي خط الوسط أيضا في الأدوار التي كانت بيؤديها اللاعبين في خط الوسط أعتقد أن هذه تحتاج إلى علاج وعلاج مباشر من قبل المدرب وبمكاشفة صريحة بين اللاعبين والجهاز الفني إذا ذكرت التاريخ التاريخ القريب هذا من صالح عمان لكن لما نرجع التاريخ السابق كان المنتخب يتفوق على عمان بنتائج كبيرة وتطور طبعا المنتخب العماني وأنا أيد الأخ عبد الله أن المستويات متقاربة ولكن عمان الآن إذا من ناحية الفنية ترى عنده نقص لاعبين مهمين أنه أحمد كانو وأحمد حديد أحمد حديد مريض الآن يمكن أتوقع معي لعب إذا ما كانت تمويه وأحمد كانو موقف هذا مؤثرين بمنتخب العماني هم القوة عندهم في الحراسة الحراسة عندهم علي الحبسي حارس يعني معروف ولكن كرات مهاجمين يعني ما توقع أنه زي الهدف اللي جابه هزازي يعني في الزاوية أو هدف الهريفي الفريدي أنا دائما ألوم اللي يغلط من الفريدي والهريفي لأنه أنا طحت محهم الفريدي لأنه يلعب نفس موقع هدف الفريدي برضو مصعب على أي حارس يعني مثلا منفرد فالكفة تميل صالح المنتخب السعودي يعني أنا متفائل جدا ولكن العام المهم في المباراة أتوقع هو اللاعب رقم واحد اللي هو الجمهور إذا حضر الجمهور كما حضر مباراة تيلند وسيحضر إن شاء الله وحتى أشاهد بعض الأماكن خالية في الأجناب إن شاء الله تمتلي أنا متأكد المباراة هذه ستمتلي لأنه أعطتهم دافع فهو العامل الجمهور عامل مشجع اللاعبين يعني فريق يقوده زي محمد نور لاعب كبير لاعب يعني عنده خبراء يعني شاهدنا كيف المدرب اعتمد على امتلاك منطقة الوسط وسيطر عن مباراة اعتمد الفريق تيلندي يعني ما أحب أخوض في الأشياء الفنية بس بناءًا على قراءة المدربين على الكرات خلف مدافعين الكرات الطويلة وتسببت له حجمتين يعني خطر اشتركوا في القناة